بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلاب الأعزاء في درس جديد من دروس العلوم للصف الأول المتوسط بإذن الله اليوم سنكمل درسنا الفضاء والنجوم والمجرات وسنتحدث عن حياة النجوم نشاط منزلي في الحصة الماضية وضح لماذا تبدو لنا النجوم وكأنها تتحرك في السماء ليلا ولماذا يقتصر ظهور بعضها على فصول محددة ماذا جبتهم؟ تبدو لنا النجوم وكأنها تتحرك في السماء ليلا بسبب دوران الأرض حول نفسها ولماذا يقتصر بعضها على فصول محددة أو ظهور بعضها على فصول محددة؟ يقتصر ظهور بعضها على فصول محددة بسبب دوران الأرض حول الشمس بسبب دوران الأرض حول الشمس ماذا تعلمنا في الدرس الماضي؟ تعلمنا النجوم وكذلك المجموعات النجمية وألوان النجوم ماذا سنتعلم اليوم؟ سنكمل حياة النجوم النجوم فوق العملاقة نجم فوق مستعر المجرات تعريف المجرة وأنواع المجرات أهدافنا كانت توضح المقصود بالطيف الكهرومغناطيسي وتم تحقيقه تحدد الفرق بين المنظار الفلكي العاكس والمنظار الفلكي الكاسر وأيضا حققنا في حصة ماضية قارننا بين المناظر الفلكية البصرية والمناظر الراديوية وفسرنا لماذا تبدو لنا النجوم وكأنها تتحرك في السماء وتصف بعض المجموعات النجمية وبإذن الله توضح دورة حياة النجوم الأهمية استكشاف الفضاء نلاحظ في هذه الصورة الفضاء الواسع إذن استكشاف الفضاء يساعدنا على فهم عالمنا بشكل أفضل كذلك يساعدنا فهم اتساع الكون على معرفة موقع الكرة الأرضية بالنسبة للفضاء أين يكون؟ مراجعة المفردات المنظار الفلكي ونلاحظ في هذه الصورة ما هو المنظار الفلكي؟ هو أداة أداة صنعت يمكنها تقريب الأجسام البعيدة يمكنها تقريب الأجسام البعيدة فتظهر لنا بشكل كبير كذلك نلاحظ في هذه الصورة ما هو هذا الشيء؟ نجم أحسنتم إذن ما هو النجم؟ ما شكله؟ كروي إذن هو كتلة كروية ضخمة ماذا نلاحظ فيها؟ ضوء أحسنتم إذن كتلة كروية ضخمة من غازات وتصدر لنا ضوءا وإشعاعات ومن أمثلتها شمسنا وهي نجم متوسط مفرداتنا الجديدة أخذنا الطيف الكهرومغناطيسي المنظار الفلكي العاكس والمنظار الفلكي الكاسر كذلك المرصد والمنظار الفلكي الراديوي والمجموعات النجمية بإذن الله سيكون لدينا السنة الضوئية والمجرة والنجم فوق المستعر ماذا تلاحظ في هذه الصورة؟ ماذا نلاحظ؟ دورة حياة الدجاجة بدأنا من ماذا؟ من دجاجة تبيض يخرج الفرخ من البيضة يكبر الفرخ قليلاً ثم يعود دجاجة مرة أخرى إذن هنا دورة حياة كاملة للدجاجة نلاحظ في الجزء الثاني من الصورة دورة حياة الفراشة ماذا نلاحظ؟ فراشة تعطي بيضة البيضة تتحول إلى يرقة ثم شرنقة ثم تعود مرة أخرى فراشة إذن هنا دورة حياة للنجوم دورة حياة مثل الكائنات الأخرى لها بداية ولها نهاية أي أقل هذا؟ نعم للنجوم دورة حياة مثل الكائنات لها بداية ولها نهاية نلاحظ في هذه الصورة في كتابك المدرسي نبدأ من السديم نلاحظ ينتقل إلى النجم الأولي ثم النجم التتابع الرئيس ثم يتحول إلى النجم العملاق أو نجم فوق عملاق فينقسم إلى قسمين إما نجم صغير الكتلة أو نجم كبير الكتلة النجم الصغير الكتلة يعطيني القزم الأبيض ثم يتحول إلى القزم الأسود والنجم الكبير الكتلة يعطيني نجم فوق مستعر ثم النجم الفوق مستعر ينقسم إلى قسمين نجوم كبيرة الكتلة أو نجوم كتلتها أكبر كبيرة جدا كبيرة الكتلة يعطيني النجم النيتروني ونجوم كتلتها كبيرة جدا يعطيني الثوق بالأسود إذن سنشرح كل هذا بالتفصيل من أين تبدأ دورة حياة النجوم؟ من أين تبدأ دورة حياة النجوم؟ بدأنا من ماذا؟ من السديم إذن تبدأ من سحابة كبيرة من الغازات تلاحظ أن السديم هنا سحابة كبيرة من الغازات والغبار حيث تؤدي قوة جاذبية إلى انكماش مادة هذه السحابة إذن سديم غبار وكتل ثم تبدأ بالانكماش والتجمع قليلا ثم تعطيني نجم التتابع الرئيس إذن تبدأ من سحابة كبيرة من الغازات والغبار ثم تنكمش هذه السحابة إلى ماذا يؤدي هذا الاندماج؟ يؤدي لظهور شيء آخر إلى رفع أولا درجة الحرارة ترتفع كذلك الضغط يرتفع مما يسمح باندماج الذرات في النجم وعندما يصبح نجما حقيقيا يبدأ بإشعاع طاقة ناتج هذه الطاقة عن تفاعلات نووية إذن يؤدي هذا الانكماش إلى رفع درجة الحرارة والضغط ثم بعد ذلك يسمح باندماج تخيل ضغط وحرارة وغبار وغازات إذن تؤدي إلى اندماج هذه الذرات بعضها مع بعض ثم بعد ذلك يصبح نجما حقيقيا يشع طاقة من أين تأتي هذه الطاقة؟ تأتي من التفاعلات النووية ثم ماذا؟ ماذا يحدث إذا استهلك نجم متوسط الحجم الغازات في مركزه؟ تفاعلات نووية تفاعلات تفاعلات ثم ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ ماذا تتوقع؟ عندما يستهلك نجم متوسط الحجم مثل الشمس الغازات في مركزه يحدث له تمدد ويتحول إلى نجم أحمر عملاق إذن النجم التتابع الرئيس يبدأ باستهلاك الطاقة الداخلية لديه ثم يتحول إلى النجم الأحمر العملاق إذن ويتمدد ويتحول إلى نجم أحمر عملاق ثم ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ توقعوا؟ يقدر العلماء أن الشمس ستصبح نجما عملاقا أحمر بعد خمس مليارات سنة بعد خمس مليارات سنة وسوف تتضخم لتصل إلى مدارات عطارد والزهرة وربما كذلك الأرض أي أن حجمها سيكبر هذا تقدير العلماء كذلك قالوا أن الشمس ستبقى في هذه المرحلة ما يقارب مليار سنة في مرحلة التمدد ثم تفقد غلافها الخارجي هذه كلها توقعات وتكخونات ثم تفقد غلافها الخارجي فينكمش اللب ويصبح نجما يسمى بالقزم الأبيض إذن بداية غبار ثم يتحول إلى اندماج ثم نجم ثم نجم عملاق ثم قزم أبيض ثم يبرد ليصبح قزما أسود ثم يبرد أن يموت ثم يبرد ويصبح قزما أسود إذن هنا بداية ونهاية لدورة حياة النجم هذه التقديرات إنما هي تقديرات علمية مبنية على معرفة البشر المحدودة وهي تقف عاجزة أمام قدرة الله وإرادته في الكون والحياة على ماذا تعتمد دورة حياة النجم؟ نلاحظ أنه كتب هنا صغير الكتلة، كبير الكتلة، كبير الكتلة، كتلة أكبر وأكبر إذن على ماذا يعتمد؟ يعتمد على الكتلة أحسنتم إذن تعتمد دورة حياة النجم على كتلته كيف ذلك؟ كلما زادت الكتلة قلت الفترة الزمنية لدورة حياته كلما زادت الكتلة قلت الفترة الزمنية لدورة حياته في سؤال في الشكل 24 لديك في الكتاب المدرسي ماذا يحدث للنجم العملاق عندما ينهار لبه؟ ماذا يحدث عندما ينهار لبه؟ سيتحول إلى قزم أبيض معلومة خارجية إضافية للدرس دورة حياة النجم تعتمد دورة حياة النجم على مقدار كتلته الأولية فالنجم ذو الكتلة المقاربة مثلاً لكتلة الشمس لا تصبح نجماً فوق مستعر بل يصبح قزم أبيض ويتحول في النهاية إلى قزم أسود أما النجوم التي تزيد كتلتها على كتلة الشمس فتمر إذن هنا مقارنة بين كتلة الشمس والنجوم الأخرى أما النجوم التي تزيد كتلتها على كتلة الشمس فتمر بمرحلة النجم فوق العملاق فوق العملاق أي كبير جداً وتنتهي على شكل نجم نيتروني أما إذا كانت كتلة النجم كبيرة جداً جداً فيصبح ثقباً أسود قم بعمل بحث عن الثقب الأسود ما هو الثقب الأسود؟ ولماذا كثر الحديث عنه في الفترة القريبة الماضية؟ الآن النجوم فوق العملاقة ماذا تلاحظ؟ قبل قليل تحول النجم إلى نجم فوق عملاق وهنا حديثنا الآن عن النجم فوق العملاق النجم فوق العملاق يتحول إلى ماذا؟ عندما يستهلك الوقود في مركز النجم الكبير فإنه يتمدد ويصبح نجماً فوق عملاق أي أن حجمه كبير جداً وهو مشابه للنجوم العملاقة إلا أنه أكبر كثيراً في نهاية الأمر ماذا يحدث لللب؟ تفاعلات 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 أي انهار أحسنتم ينهار اللب فوق العملاق مما يؤدي بعد ذلك إلى انفجار النجم وتكوين نجم فوق مستعر يقولون أن ضوء النجم الفوق مستعر بإمكانه أن يضيء مساحة كبيرة من الفضاء ثم ماذا يحدث؟ ما هي أثار انفجار النجم فوق المستعر؟ لاحظ الضوء الصاطع في هذه الصورة ما هي أثاره؟ يبدو ألمع من مجرة بأكملها ماذا عن الغبار والغاز الصادران عن الانفجار؟ ماذا سيحدث لهما؟ غبار وغازات صادران عن الانفجار بإمكانها أن تبدأ حياة نجم جديد آخر إذن من الممكن أن يكون جزء من نجم آخر جديد وتبدأ الدورة مرة أخرى إذن هنا ينتهي كذلك الجزء الثاني من حياة النجم قم بكتابة بحث عن العمليات التي تحدث داخل النجم حتى يتحول إلى نجم فوق مستعر في نهاية الدرس بإذن الله سنجيب عن هذا السؤال الربط مع الفيزياء إذا كانت كتلة اللوب في النجم فوق المستعر أقل من ثلاثة أضعاب كتلة الشمس فإنه يتحول إلى نجم نيتروني أما إذا كانت أكبر ثلاث مرات من كتلة الشمس فإنه ينكمش بشدة مكونا ثقب أسود موضح لديك في الشكل 25 لاحظ معي هذا الشكل 25 ولاحظ هنا النجم وهنا الثقب الأسود للثقب الأسود جاذبية هائلة جاذبية يجذب أي شيء موجود لديه في الفضاء لا تسمع حتى للضعب الإفلات منك توضح الرسم كيف يقوم ثقب الأسود بابتلاء لاحظ معي الغازات من نجم مجاور آخر السؤال المطروح على هذا الشكل إشرح كيف يتكون الثقب الأسود إشرح كيف يتكون الثقب الأسود كيف يتكون الثقب الأسود تكون بتحول فوق نجم الفوق مستعر إذا كانت كتلة النجم كافية في مرحلة النجم فوق المستعر فإن لبه ينكمش ويكون ثقب أسود هنا فيديو مسرع لدورة حياة النجوم ونلاحظ التحول والانفجارات التي تحدث في النجوم حتى ينتهي في النهاية وتنتهي دورة حياة النجم تقويم مرسم دورة حياة النجوم ستقوم بالرسم هنا مساعدة لك سديم شمسي نجم متوسط عملاق أحمر سديم كوكبي قزم أبيض ثم قزم أسود الجزء الثاني سديم كذلك نجم ضخم جبار أحمر أي عملاق فوق أحمر نجم فوق عملاق لدينا هنا كذلك بعدها مستعر أعظم وإما ثقب أسود أو نجم نيتروني أكتب براحل دورة النجم سديم نجم أولي تتابع رئيس عملاق ثم نجم صغير الكتلة فيعطيني قزم أبيض وقزم أسود أو سديم نجم أولي ثابع رئيس عملاق نجم كبير الكتلة نجوم فوق مستعرة فوق المستعرة ستعطيني إما نجم كبير الكتلة جدا ويتحول إلى الثقب الأسود أو نجم كبير الكتلة ويتحول إلى النجم النيتروني ماذا نلاحظ في هذه الصورة؟ عندما نتأمل حجم مساحة الكرة الأرضية نرى أنها كبيرة الحجم وخلقها الله سبحانه وتعالى وأحكم خلقها فنلاحظ في هذه الصورة الأرض ونقول أنها كبيرة الحجم وأن كوننا واسع ولكن قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لآيات لأولي الألباب هل تعلم أن الأرض ما هي إلا جزء صغير جدا من النظام الشمسي؟ الأرض جزء من النظام الشمسي والنظام الشمسي يدخل فيه نظام أكبر وهو المجرات إذن الأرض جزء من النظام الشمسي والنظام الشمسي جزء من المجرات والمجرة جزء من نظام آخر أكبر منه الآن سنبدأ في المجرات دعونا نذهب في رحلة بدءاً من الأرض وسنخرج إلى خارج الأرض حتى نشاهد المجرة من بعيد ثم بعد ذلك نعرف ما هي المجرة لاحظ معي هذه الصورة هذا الفيديو الآن بدأنا الرحلة من الأرض خرجنا من الأرض هنا لدينا المجرة تعدين النظام الشمسي ونلاحظ المجرة على شكل حلزوني انظر هنا سنبدأ برؤية المجرة من بعيد نلاحظ كثرة النجوم في الفضاء ملايين النجوم هذه هي المجرة من بعيد نلاحظ أنها تدور ويوجد عدد كبير جداً من النجوم فيها وحولها إذن ما هي المجرة؟ المجرة هي تجمع من النجوم والغازات نلاحظ تجمع من النجوم والغازات والغبار يرتبط بعضها ببعض بقوة الجاذبية إذن ما الذي يجذبها؟ ما الذي يجعلها متماسكة؟ الجاذبية الموجودة فيها لماذا لا تتذهب الغازات والأبخرة والغبار بعيداً عن بعضها البعض؟ لأنها موجودة في داخلها جاذبية إذن تعريف المجرة هي تجمع من النجوم والغازات والغبار يرتبط بعضها ببعض بقوة الجاذبية أنواع المجرات لاحظ معي هذا الفيديو هذه مجرة حلزونية شكلها حلزوني انظر هنا مجرة وفي اليمين مجرة كذلك وأيضاً هنا مجرة حلزونية وهنا أسطوانية تقريباً ونلاحظ أنها تتحرك وتدور نلاحظ هنا مركز الأسطواني ونلاحظ هنا اندماج للمجرتين كل هذا يحدث ونحن لا نعلم إذن ما هي أنواع المجرات؟ أنواع المجرات طبعاً تختلف مثل ما لاحظنا في الفيديو أنواع المجرات وأحجامها وأشكالها تختلف أحجامها وأشكالها تصنف بحسب شكلها إلى إهليليجية حلزونية وغير منتظمة إهليليجية وحلزونية وغير منتظمة ونلاحظ هنا الصورة لأحد المجرات كذلك معظم المجرات في الكون من النوع الإهليليجي شكله يشبه شكل البيضة لاحظ هنا شكله يشبه شكل البيضة بيضاوي الشكل إذن معظم المجرات في الكون من النوع الإهليليجي النوع الثاني هذه الصورة المجرة الحلزونية لماذا سميت حلزونية؟ لاحظ معي كأنها حلزون إذن المجرات الحلزونية تحوي مركزاً وأذرعاً حلزونية مركز في الوسط وأذرع كأن هذه أذرع تخرج من المركز ولبعضها أيضاً مركز أسطواني ومجرتنا مجرة درب التبانة هي المجرة الحلزونية نلاحظ هذه الصورة هل يوجد لديها شكل منتظم؟ النوع الثالث المجرات غير المنتظمة غير منتظمة الشكل فلا أستطيع تصنيفها تحت أي نوع من النوعين السابقين كذلك إحجامها الصغيرة وهي شائعة الانتشار في الكون المجرات في الشكل 27 معظم النجوم التي يمكن رؤيتها ليلاً تقع في مجرة درب التبانة تختلف المجرات الأخرى في الحجم والشكل يبلغ قطر المجرات عدة آلاف من السنوات الضوئية كتلتها أكبر من كتلة الشمس ملايين المرات أما المجرات الكبيرة التي يبلغ عرضها أكثر من 100 ألف سنة ضوئية فكتلتها أكبر من كتلة الشمس مليارات المرات فكر الفلكيون وصنفوا المجرات إلى أربعة أصنع هذا النوع الأول المجرات الإهليليجية عادة تكون كروية إلى إهليليجية الشكل كأنها بيضاوية تتكون من نجوم متراصة كبيرة العمر نسبياً النوع الآخر المجرات الحلزونية تتكون من قرص كبير منبسط من الغازات قرص كبير منبسط من الغازات وشكلها حلزوني كذلك مكونة من الغبار مع وجود أذرع من النجوم تمتد من المركز بشكل حلزوني ومن المجرات الحلزونية مجرة المرأة المسلسلة وهي أقرب المجرات إليها كذلك النوع الآخر المجرات الحلزونية الأسطوانية المركزية كأن لها مركز أسطواني تختلف عن المجرات الحلزونية في أن القرص المركزي ليس منبسطاً بل على شكل أسطوانة متطاولاً يخرج من طرفيها ذراعان حلزونيان يشكلان ما يسمى بي المجرة الحلزونية الأسطوانية المركز كذلك المجرات غير المنتظمة غير المنتظمة مجرات يصعب وصفها بأنها إهليليجية أو حلزونية فهي ليس لها شكل منتظم لنعود لهذا السؤال قم بكتابة بحث عن العمليات التي تحدث داخل النجم حتى يتحول إلى نجم فوق مستعر لنرى الآن الإجابة عندما يستهلك نجم ضخم مقداراً كبيراً من الهيدروجين ينكم شلبه جزئياً وتؤدي الطاقة الناتجة من الإنكماش إلى بدء تفاعلات الاندماج في الطبقات الخارجية منتج عناصر أثقل إذن بدأ بالهيدروجين بعد ذلك تحولت إلى عناصر أثقل وفي النهاية يتكون الحديد وقال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ونلاحظ هنا أنه يتكون في النجم فوق المستعر لكن الحديد لا يمكنه أن يحترق في الاندماج النووي فإذا كان هناك ضغط أعلى وحرارة أكثر ماذا سيحدث؟ الحديد لا يمكنه أن يندمج وأن يحترق في الاندماج النووي فينكمش لبه مرة أخرى وينضغط اللب ويتوقف ثم بعد ذلك يعود إلى حجمه السابق فماذا يحدث؟ تنتج موجة صائقة هائلة تخيلوا ضغط وحرارة وحديد وغازات فيحدث انفجار تنتج موجة صائقة هائلة تنتقل من داخل النجم إلى خارج النجم فيحدث مثل الانفجار الكبير تقويم اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي إذا كانت كتلة نجم كبيرة جدا فإنه بعد أن يصبح نجما فوق مستعر يشكل هل مجرة قزما أسود؟ قزما أبيض؟ أم ثقب أسود؟ ما الإجابة؟ ثقب أسود أحسنتم صنف المجرات حسب شكلها؟ ما تصنيف المجرات حسب شكلها؟ تصنف حسب شكلها إلى إهليليجية، حلزونية وغير منتظمة والحلزونية يندرج تحتها الأسطوانية المركز إذن ماذا تعلمنا اليوم؟ تعلمنا حياة النجوم النجوم فوق العملاقة، نجم فوق مستعر كذلك تحدثنا عن المجرات، تعرف المجرة وأنواع المجرة سؤال سنجيب عنه في الحصة القادمة وقم بعمل بحث عنه لماذا لا نرى المجرة من الأرض؟ ونحن على الأرض لماذا لا نرى المجرة؟ وكيف سنراها؟ لو كنا نراها؟ فابحث في هذا الأمر نشاط منزلي كذلك صف دورة حياة النجم مثل الشمس كيف حدثت دورة حياة النجم؟ إلى هنا نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم شكرا لكم من حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته